الفشل الحكومي أبرز ما يميز العراق منذ عام 2003 وخاصة في مواجهة أخطار الجفاف وتدهور الزراعة في البلاد تنامى هذا الفشل مؤخراً بقرار صادم للفلاحين تمثل بمنعهم من زراعة محصول الرز الفلاح يعاني معانات شديدة كلش بالنسبة للزراعة المحصول الشيلي بالموسم الحالي هذا 2022 منعون منعاً باتاً يعني بسبب قلة المياه من المصدر مصدر ماكو من المياه ما الطوانع إلا مساحة قليلة كلش بالنسبة مطين للأبحاث بالنسبة للبذور مطين للأبحاث ومطين للعمود الرئيسي الفلاحون انتقدوا السياسات الحكومية التي تمنعهم من زراعة الرز لتلبية حاجات البلد وعدم اللجوء لاستيراده من الخارج وابتعاد هذه السياسات عن البحث عن الحلول كاستخدام التقنيات الحديثة في الرأي ومع الأزمة المائية الكبيرة التي يعيشها العراق بعد جفاف البحيرات والأنهار وقلة مياه الأمطار إضافة إلى بناء السدود من قبل دول المنبع ما تسبب بمنع تدفق المياه للبلاد تتفاقم المخاوف لدى الفلاحين والعراقيين بشكل عام من مصير الزراعة في العراق الغني بثرواته الطبيعية في عهد مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر